بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو نرضى عن ازاي تشوف اي رسالة معزوفها في التليجرام لو حد مسلا بعطلك رسالة وحزفها في نفس الوقت تقدر ترجحها تاني كده انا مسحت الرسالة وعلشان ترجحها تاني بتدخل على الاعدادات بعدين بتدخل على الاشعارات اللي هنا بعدين الضبط المتقدم هتلاقي عندك هنا سجل الاشعارات اللي هو ده من هنا تقدر تشوف الاشعارات اللي اتبعتت لك في التليجرام حتى لو حزفها في نفس الوقت يعني مسلا اجرب نبعت رسالة تاني بطلع وادخل كده هتلاقي الرسالة ظهرت معك هنا وكمان اسم الشخص اللي بعث لك الرسالة ده ولو دخلت هنا كده ومش هتلاقي الرسالة موجودة بس فيها حل تاني أحسن من الكلام ده كله انك بتنزل برنامج مخصص للكلام ده وبيحافظ على كل الرسالة سواء صورة وفيديوهات أو أي حاجة لكن النشارات بتبقى للرسال بس بندخل على جوجل بلاي وبعدين بنكتب كده هتلاقي البرنامج ده بتثبت البرنامج وبعد ما بتثبت البرنامج بتدخل عليه وتفعله وبعدين بيجيلك التطبيقات اللي انت عايز ترجع منها الرسالة المحزوفة وهتختار معك التليجرام وهيرسلها يبعثها أي حد ليك في التليجرام سواء حتى صورة وفيديوهات هتلاقيها عندك في البرنامج ده وده بالنسبة لأحلى من سجل الإشارات علشان سجل الإشارات لو انت فتح الشات مثلا مش هتجيلك في سجل الإشارات لكن ده بيحافظ على كل الرسال ياريت لعجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو تشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات